اشتركوا في القناة وقليل إلى العاصمة السعودية الرياض استعدادا لأداء مباراة مهمة حتى وإن كانت شكلها ودي شكلها احتفالي لكن الحقيقة أيضا مش بس علشان هي مشاركة في مهرجان تكريم نجم منديالي كبير بحجم فواد أنور نجم المنتخب السعودي لكنها جاية في إطار ظرف عام في الكثير من التلاحم بين مصر والمملكة العربية السعودية كدول مواجهة في مواجهة خطر الإرهاب اللي بيحيق بالمنطقة كلها فأنا أعتقد هذا التقارب الشديد الشعبي والرسمي بين مصر والسعودية كان يستدبعه هذا التلاحم الرياضي الكبير لأول مرة وبشكل غير مسبوق نلاقي الدور السعودي جاذب وبشكل واضح جدا لعدد كبير من نجوم الكرة المصرية شايفين أنه فيه اهتمام كبير جدا باللعب المصري أيضا النادي الأهلي بشعبيته بقيمته بعلقته الوطيدة والقوية مع المستشار توركي أل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس شرف النادي الأهلي الحياة الحريص جدا على المزيد من التلاحم الشبابي والرياضي المصري والسعودي وأيضا على وجه الخصوص منه النادي الأهلي مع الأندية العربية السعودية الشقيقة المهندس عدلي القيعي ضمن وفد الأهلي اللي سفر إلى السعودية المباراة هتكون بكرة إن شاء الله اللي بتجمع النادي الأهلي ببعض من نجوم الكرة أو نجوم الدور السعودي من المحترفين المباراة هتكون الساعة تمانية بتوقيت الرياض السابعة مساء بتوقيت القاهرة وإن شاء الله هتتابعوها على شاشة الأهلي المهندس عدلي طبعا بيردلنا السفرية اللي فاتت أما سيبت وسافرت دبي الراجل صمم جدا إنه النهاردة يسافر السعودية فنتمنى له كل التوفيم مع بعثة الأهلي إن شاء الله والحقيقة يمكن للمهندس عدلي جاية الرحلة بعد مجهود كبير وشاق لأنه ما بزلوا كل مسؤولي النادي الأهلي من جهد كبير جدا في المركاتو الشتوي لو تتذكروا حضراتكو الحلقة الماضية يمكن كتير من حضراتكو علق على ده إن احنا أثناء الحلقة قلتلكوا ركزوا على وش المهندس عدلي ركزوا على رد الفعل بتاعه على مدى ارتياحه على مسار المفاوضات بزل مجهود كبير جدا لغاية لما حقق للأهلي أو للجهاز الفني وكل احتياجاته لجنة الكورة بالمدير الرياضي الكابتن عبد عزيز عبد الشافي الكابتن عبد صادو عضو لجنة الكورة بمتابعة دقيقة جدا من الكابتن محمود الخطيب وترشحات الجهاز الفني أو احتياجاته فأعتقد ما بزل من جهد من قبل كل مسؤول النادي الأهلي المتفاعلين في هذا الملف استحقوا تحية وشكر مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير اللي وجه لهم الشكر للجنة الكورة وأيضا لإدارة التعاقدات على كل ما بزل من مجهود في سبيل تدعيم صفوف الأهلي بالصفقات اللي محتاجها لأن الحقيقة الناس استدرجت لحالة تانية خالص غير فكرة أن أنت بتجيب لعيبة عشان تدعم صفوفك أو عشان تحل بعض المشاكل الفنية أو عشان تلب احتياجات المدير الفني الناس اعتبرت أن حرب الصفقات وصراع ضم اللاعبين في حد ذاته أشبه بحرب النجوم مين يكسب ومين يضم أكبر عدد من اللاعبين وبكام ومزادات وكلام كتير أعتقد تابعتوه بإثارة شديدة جدا خلال الأيام الماضية لغاية لما أغلق باب المركات الشتوي في الساعة 12 مساء أمس علشان يلبي النادي الأهلي احتياجاته الكاملة والجيدة جدا من هذا التدعيم المباشر اللي كابتن حسام البدري المدير الفني أشاد به كتير فأنا أعتقد بعد هذا الجهد الكبير اللي بازل المهندس عاد للقيعي كان يستحق أنه يسافر في رحلة لمدة 48 ساعة ويغيب عن حلقة اليوم اللي فيها أربع عنوين مهمة